اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حلم هذا المشكل الذي تعاني منه على تطبيقك الخاص سنابشاط من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها يكفي أن تقوم بالضغط على التبطئ والإعدادات ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول الأسفل ثم نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها بعدها نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاصة نقوم بالنزول الأسفل للبحث عن تطبيق سنابشاط في هذه النافذة ثم نضغط عليها بعد ذلك وبعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق هنا يكفي أن تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعد ذلك تأتي إلى الأسفل تضغط على مكان التخزين ثم تقوم بالضغط على مسعى البيانات هنا وهنا تضغط على مسعى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي يقوم بتحديد التطبيق وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تلسوا الشراك والضغط على السلاك والتقي في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر